تحت شعار تجارة في خدمة الانتاج الوطني سيفتح صالون الدولي الجزائري أبوابه في طبعته الواحد والخمسين بمشاركة خمسة وعشين دولة وزير التجارة من خلال الندوة التي عقدها تحضيراً لافتتاح الصالون أشار إلى السياسة التي ستنتهجها الوزارة الوصية من أجل بعث روح جديد فيما يخص الانتاج الوطني ترجمة الانتاج الوطني إضافة إلى ما ستعتمد عليه المنظومة التجارية أشار صعيد جلاب إلى الأهداف التي ستكون خصوصية هذه الطبعة خصوصية هذه الأولى الدول التي تشارك والشاركات التي تشارك تشارك في مرحلة التي تشارك في مرحلة التجارة تشارك في مرحلة تشارك في مرحلة التجارة وفيما يخص موضوع منع استراد بعض المنتجات بهدف تفع عجلة الانتاج المحلي أكد المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن قنوات الحوار متواصلة مع شركاء الأوروبيين لدينا عبر تشارك في مرحلة التجارة نحصل على تشارك في مرحلة التجارة لقد قطعنا أن نتحدث للمياحة المنظومة الحوارية ونقضي نحط حصل على المشارك بالسرطة ونجل تشارك في مرحلة التجارة ويقول في المشارك الوطن أن تشارك في مرضى التجارة ومن ثم الديالوج ي continue أصلون الدولي الجزائري الذي سيفتح أبوابه على مدار ستة أيام كاملة ستكون جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف فيه تزامنا مع ذكر ستون لإرسال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين للمشاهدة الاجرية حين لإنهاء العلمية مدوني تتعيش في هم هكذا وفي الآخرين تتعيش في المدارسة الحالية جميع الأساسية حين نعمل على التفاولي طابعات تتعيش في المدارسة على ما يكون لدينا معي المدارسة العلقية والتي تتعيش في المدارسة من 30 سنوات لانجرية ستكون الفترة الممتدة من الثامن إلى الثالث عشر مايو مفتوحة من أجل فتح سبل الشراكة بين المستثمين المحليين والجانب من جهة كما ستكون فرصة أمام المستهلك الجزائري للإطلاع على ما يتم إنتجه في بلاده من جهة أخرى اشتركوا في القناة